كفتة الحاتي مفيش اسهل منها هنجيب لحمة دوش ولحمة سن ونفرومهم وشين وننزل عليهم ببصل مفروم معصور زي ما حضراتكم شايفين كده هننزل بفلفل اسود بس تمام بعد الفلفل اسود هننزل بملح بعد الملح هننزل بكبابة صيني او جسط الطيب للي بيحبها تمام كده يا جماعة عشان فيه ناس مختلف على جسط الطيب والكبابة الصيني اللي اتنين نفس نفس الطعم ونفس المفعول هنقلب يا جماعة المكونات الاول وبعد كده هنبتدي نعجل اهم حاجة في الكفتة العجن تتعيجن كويس جدا يا جماعة وتسمغ عشان ما تقعش على السيخ وتبقى متمسكة زي كده بصوا يا جماعة فتلت ازاي شايفين انا مقرب لكم الصورة على قد ما قدر عشان تشوفوا الخيوط ايوة الخيوط اللي ظهرة دي كده خلاص هي سمغة تمانيجي ده ان نصباحها على السيخ مستحيل تقع مستحيل تقع زي ما حضراتكم شايفين ادي الشكل اهو منصباحها كده وننزل بها على الفحمة نحطها في الفرن زي ما احنا حابين بنشويها ازاي نشوي الكفتة بتاعتنا بتخش على نارة عالية عشان تشمع وبعد كده بتطلع معانا طرية زي ما انتم شايفين كده ما بتاخدش اكتر من نص ساعة في الفرن وعالفحمة برضو ما بتاخدش اكتر من عشرين خمسة وعشرين دقيقة وزي ما انتم شايفين لازم تنزل في الطحينة الطحينة دي هي الاساس في كل المشاوي والاكلات الحلوة بتاعتنا شايفين طرية زي ما احنا